موسيقى خلاص خلصنا حد الكنوز ومرنا بالتجربة وانتصرنا عليها ودخلنا في أمثلة للتوبة كتير منها الإبن الضال والمفترض النهاردة السامرية اللي احنا كلنا عارفين قصتها اللي جاية تشرب من المية وفي الآخر عرف الطريق المية الحقيقية اللي ما تعتش منها خالص لكن النهاردة سمعنا دلوقتي في القداس حاجة غريبة سمعنا الحان فريحي وسمعنا إرايات مش هي إرايات السامرية ده احنا سمعنا إرايات عيد البشارة أصل النهاردة 29 برامهات وعيد البشارة أول الأعياد السيدية القبرى بكر الأعياد وأولها وهو بسببه جات باقة الأعياد السبعة البشارة هي البشارة بالخلاص البشارة هي البشارة بالنجاح من الموت ونوال الحياة الأبدية البشارة ببداية عهد جديد ببداية عهد للخليقة كلها جديدة مرة أخرى فأحداث البشارة بيخطبنا معلمنا لوق البشير ويقول كده إن الملاك غابريال ظهر للعدرة بتحية وقال لها سلام لك أياتها الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ويقول الأباء إن العدرة مندهشتش من وجود الملاك بقدر مندهشت من سماع الكلام يقول لها إيه ممتلئة نعمة مباركة أنت في النساء فعلى طول لحقها قال لها لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله هي عرفة وحفظة النبوات في العهد القديم وعرفاها كويس وعلى طول جت فكر في دماغ العدرة كده يقول النبوة بتاعت أشعية ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل فيقول لها الملاك أيها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمين يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت عقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية في لوقة واحد ثمانية وعشرين طبع الكلام غريب الكلام على مسامعها خلها فحيرة هو أنا هو أنا العذراء فقالت له كده متحيرة كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا فعلى طول يجي لها الرب يقول لها الروح الكدس يحل عليك وقوة العلي تظللك وبعدين يسند إيمانها ويقول لها أنت عارفة أليسة باط نسيبتك هي كمان حبلة بابن في شيخوختها لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله ليس شيء غير ممكن لدى الله وهنا على طول تتيقن العذراء من البشارة والجاوب إجابة جميلة جدا تقول له هو ذا أنا أمت الرب ليكن ليه البشارة كلمة بشارة إحنا نسمي الكتاب المقدس إنجيل والإنجيل معناه بشارة مفرحة البشارة هي بالمسيح والقرازة حتى المسيح لما جاء اتقال عنه كده يكرز ببشارة ملكوت الله قد قاموا للزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل بالبشارة والأنجيل الأربعة نسميها بشاير وكتاب الأنجيل نسميهم البشريين بشارة والبشارة في معناها الخاص هي مباشرة نبشر بيسوع المسيح وده موضوع البشارة ومكتوب كده عن لقاء في لبوس بالخصي الحبشي قال له كده قاضوا للإيمان بشره بيسوع ومعلمنا بوليس الرسول كمان التقى بالفلاسفة والأبي كوريين والرواقيين في أسينة ويقول لك كده كان يبشرهم بيسوع هدف البشارة هو الخلاص وسيلة البشارة هو الإنجيل البشارة المفرحة المكتوبة الإنجيل الذي بشرتم به هنبشر فين؟ في العالم كله هنبشر لمين؟ لكل الناس ويقرز ببشارة الملاكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى القرازة بإنجيل الخلاص وعمل الله في حياتنا هي مش بس مهمة التلاميذ ولا الرسل ولا الأباء ولا الخدام هي مهمة كل مؤمن البشارة هي مهمة كل مؤمن نحن في نهاية قانون الإيمان نقول وننتظر في قيامة الأموات وحياة الظهر الآتي يبقى مهمتنا كلنا هي أن نحن نبشر بالضهر الآتي كمان ربنا له كل المجد لما شفه الراجل اللي كان عنده أرواح نجسة قال له إيه قال له اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأخبرهم قم صنع الرب بك ورحمك طب والكتاب المقدس يقول ومضى وابتدأ ينادي في العشر المدن كم صنع به يسوع في العشر مدن صار مبشرا صار مبشرا والمسيح له كل المجد لما يخطبنا ويقول لنا أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم كأنه ضمنا يحملنا مسئولية المسئولية دي شقين أول حاجة دور الملح يحفظ ويصلح لأنه قال كده إذا فزد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس طب والنور علشان يهدي ويبدد الظلم ويبشر الجلوس في ظلال الموت وقال لنا كده لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل ولا يوقضون صراجا وادعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات البشارة هي وظيفة أو هي عمل لكل المؤمنين حتى في العهد القديم في قصة جميلة تحضرني دلوقتي في العهد القديم حصلت مع إليش عن نبي في أيام إليش عن نبي في أيامه حاصر جيش أرام بخيله ومركباته مدة طويلة قوي مدينة السامرة اللي هي عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي في الوقت ده كان عايش في مجاعة وقحت غير عادي لدرجة كده إن هو يتقال إن كان الناس بيكلوا لدهم لكن ربنا مرضيش بالموال ده كتير فعمل حاجة حلوة قوي أزعج جيش أرام بصوت ومركبات وجيش وخيل كده صوت صوت يرعب عظيم جدا فجيش أرام وهم قاعدين يتعشوا أصبهم رعب وخوف غير عادي فسابوا كل حاجة في الخيام وجريوا كل حاجة سابوها وجريوا وسابوا الخيام كده مليانة ومعمرة بالأكل وبالشرب وبالفضة وبالدهب وبعدين أربع رجال كانوا عندهم برس وبعدين مش لقين ياكلوا والجوع كان وكلهم خالص فقال لك إحنا كده كده ميتين إحنا هننزل على الخيام دي يمكن نلاقي حاجة ناكلها ونعيش ونزلوا دخلوا الخيمة الأولى لقها فضية فيقول لنا كده إيه كلوا وشربوا وشبعوا وأخذوا فضة ودهب وسياب وبعدين طلعوا من الخيمة دي دخلوا الخيمة التانية برضو لقها فضية فوقفوا كده مع نفسيهم وقالوا حاجة حلوة خالص قالوا إيه لسنا عاملين حسنا ليه؟ هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتين طب هتعملوا إيه؟ هنرجع لأهلنا في إسرائيل في السامرة ونعمل إيه؟ ونبشرهم إن جيش أرام ساب الخياب وساب الدنيا كلها وتبقى بشارة مفرح بتقول لنا القصة دي ليه يا بونا أعيز أقول لك إن عمرنا كله هو مجال للبشارة عمرنا كله هو مجال لإعلان محبة الله لينا عمرنا كله المفترض يبقى هو عمل الخير وإحياء الرجاء في قلوب كل الناس خصوصا الخطاه واليائسين ما يصحش تسكت ما يصحش تقول وانا مالي ما يصحش تقول إن دا مش التزامي لا لا إحنا كده بنتهرب من القرازة والعمل الرعوي اللي المفترض يبقى في كل واحد فينا ليه دور ودور كمان جميل شوفوا عايزين نطلع من موضوع البشارة بدروس حياتية جميلة رائعة أول درس لازم نتعلمه وناخد بالنا منه البشارة هي فرح منتظر فرح يعني إيه فرح هقول لكم آيات كتيرة جدا من العهد القديم توضح لكم يعني إيه بشارة شوفوا كده يقول لنا عن داود النبي وهو في المزامير وسرحان مع ربنا يقول له إيه امنحني بهجة خلاصك يا رب بشرني بالفرح ويقول له بماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني كأس الخلاص أخذ وبإسم الرب أدعو وأوفي نزوري للرب كل أيام حياتي ليه أصله حاسس بالفرح بالبشارة أشعيا يقول فأشعيا 12-2-3 هو وضى الله خلاصي قد صار الله لي خلاصا مستقوم مياها بفرح من ينابيع الخلاص البشارة بالخلاص يقول لنا إيه كمان فأشعيا في ذلك اليوم هوذا هذا إلهنا انتظرناه مخلصنا هذا هو الرب الذي انتظرناه نتهج ونفرح بخلاصه يقول كمان في أشعيا 52 ما أجمل على الجبال قدمي المبشر أو المخبر بالسلام المبشر بالخير المبشر بالخلاص القائل لسهيون قد ملك إلهك بشارة فرح حتى في يونان النبي يقول يونان وهو في بطن الحوت يقول أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نظرته للرب الخلاص وهو في بطن الحوت عنده رجاء أنه هو سيخلص وهيزبح للرب وصفانيا بيقول لنا إلهك في وسطك جبار يخلص ليبتهج بك فرحا شفتوا معنى البشارة البشارة هي فرح وده الدرس الأول اللي نتعلمه خليك مبشر يعني خليك تنقل أسرار أو مش أسرار خليك تنقل أخبار كلها فرح خلي اللي حواليك يقول كده ياه لما بعض مع أفلان أو بعض مع أفلانة مش عايز أخلص لإني دايماً ببقى فرحان ودايماً ببقى مبسوط الدرس الثاني من البشارة غير الفرح هو السلام السلام لكل البشر وسلام دي كلمة عبر بيها الملاك للست العضرة اللي بنعتبرها كانت في الوقت ده مندوبة عن كل البشر قال لها السلام لك يا سلام كلمة دي مهمة جداً ليه؟ لأن السلام يقال للخيرين ما هو قال كده لا سلام قال إلهي للأشرار فالملاك لما يقول سلام يبقى دي خيرة خيرة طاهرة نقية عشان كده من أجل المعنى ده اللي اتحرم منه البشرية سنوات كتيرة وأزمنة كتيرة لما الملايكة هللت بميلاد المسيح قالت جملة جميلة جداً قالت وعلى الأرض السلام السلام كأنهم بيقولوا أن الأرض شافت سلام بعد طول غياب السلام البشارة بالسلام يبقى الدرس الأولاني اللي خدناه البشارة بفرح الدرس الثاني اللي عايزين نتعلمه من البشارة هي البشارة يعني سلام يعني ما تخلكش صانع خصام ما تنقلش أخبار توقع ما بين الناس ما تنقلش أخبار يبقى فيها قالوا وقلنا وكلام كتير ملهوش أي لازمة كثيراً ما تكلمت فندمت وأما عن الصمت فلم أندم قط خليك دايماً في كل كلامك وفي كل حواديتك وفي كل أعداتك صانع سلام عشان كده في لحنة في الكنيسة جميل أوي نقول له يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واخفر لنا خطيانا السلام حتى سلام البلدان دايماً نطلب منه أن يجعل السلام في مصر ومش في مصر بس دايماً بنصلي أن يجعل السلام في العالم أجمع السلام مش عايزة أقول عملة ندرة لكن عايزة أقول أن صناع السلام بيبقوا وغدين من روح الله اللي هو ملك السلام ينقلوا السلام بالبشارة يبقى البشارة فرح البشارة سلام الدرس التالت من البشارة اللي عايزين نأكد عليه هي الامتلاء الملاك قال للست العدرة أياتها الممتلئة نعمة ممتلئة كلمة امتلاء هي دعوة لكل البشر عشان يكون الإنسان ممتلئ لما تيجي تسأل نفسك سؤال يعني امتلئ الامتلاء معناها هي دعوة للكمال المسيحي يعني ايه كمال هو في حد كامل لا لكن نسعى الى الكمال لانه قال لنا كده دي وصية كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل في متى خمسة تمانية واربعين فنسعى للكمال حتى الوصايا العشر في مقدمتها في العهد القديم قال لك كده حب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك ما قالش جزء قال ايه كل قلبك كل فكرك كل قدرتك دي تفرق لان الكمال كلمة كل دي معناها كمال والكمال غير متناقد لان ربنا ما بيقبلش ياخد جزء من القلب ده هو عايز القلب كله عشان كده قال اعطني قلبك ولعلنا نتذكر قصة حصلت مع سليمان الحكيم وعالجها بالحكمة لما دخلت له امرأتين وكانوا يتنازعوا على طفل كل واحدة منهم تقول ده ابني ده ابني ده ابني وخناقة فقالوله نعمل ايه قال له سهلة هات ونقسم العيل نصين وكل واحدة منكو تاخد نص فالأم الحقيقية قالت لا لا ادهولها كلها والأم المزيفة قالت اه نعمل كده فعرف مين الأم الحقيقية طب ليه بذكر القصة دي علشان احد الاباء شبه التشبيه ده وقال ايه هكذا اذا قسم الانسان فان الشيطان يوافق لكن الله الذي هو الاب الحقيق السماوي لا يوافق بل يريد الانسان حيا فيه لا يقبل ان يتجزأ وفي هذا كمال في الهدف وكمال في الوسيلة امتلئ بالكمال الامتلاء ايضا هو دعوة الى الجهاد الروحي والجهاد ببساطة كده هو ان الواقع وضع والمفترض اللي اكون عليه وضع تاني والجهاد معناه ان انا اوصل او اغير من الواقع لغاية ما اوصل الى المفترض اللي انا اكون عليه اللي هو قال عليه كده الى قياس قامة ملء المسيح واعظم مثال لكده ابقنا القدسين كتير طشر زينا كانوا عايشين لكن بجهدهم حولوا حياتهم من الواقع الى المفترض زي مثلا امبا موسى الاسود بص عليه كده حياته الاول كانت عاملة ازاي وبعد ما بقى قوي في تبته بقى عامل ازاي الامتلاء معناه الحاجة الى الجهات الامتلاء اخر حاجة هي كمان الحصانة من الفراغ يقول لنا الكتاب كده لا تعطوا لابليس مكانا لا تعطوا لابليس مكانا والفراغ يدي مكان لابليس يعني عملين نضيع الوقت عملين نتسلة وكأني معلمنا بولس الرسول قال ضيع الوقت لا 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 هو ما قال شي كده ده قال مفتدين الوقت لأن الايام شريرة يعني خلي بالك الوقت ده وزنة ربنا هيحسبك عليها فامتلق امتلق من الروح اقرى كتير اعرف ربنا سبح وصلي وقرب ليه كتير قوي تقوم تبعد عن ابليس ومحارباته تنتصر عليه احنا بس كمان اخذ من الحد الرابع من السامرية انها بعد ما كانت عايشة في الخطية كانت خايفة ومزلولة وتروح البير في وقت صعب مفخوش حد علشان محدش عيرها ده ما هي كانت مع ابليس انما لما تقابلت مع المسيح له كل المجد وغير وجهة النظر جريت بسرعة على السامرة وقالت انسان قال لي كل ما فعلت كانت مبشرة كانت مبشرة في البشارة كمان هي اعلان لنعمة او لعمل النعمة في الانسان في البشارة هو اعلان لعمل النعمة في الانسان ازاي الملاك لما كلم العذرة قال لها كده اياتها الممتلئة نعمة طب يعني ايه نعمة النعمة هي العطية المجانية اللي بيديها ربنا لولاده انت متدفعش فيها حاجة ولا بتبزل فيها مجهود لكن الحقيقة ان ربنا مش هيديك النعمة دي الا باستعداد وتجاوب مع عمل الله باستعداد وتجاوب مع عمل الله وبعدين ظهرت نعمة الله في العدرة في البشارة طب ظهرت فين تعال ناخد كده كذا نعمة عرفناها مع بداية البشارة مع العدرة اول نعمة هي نعمة المعرفة فين المعرفة اللي خدتها العدرة في البشارة اشتركت فيها العدرة في خطوات الخلاص وصر التجسد الاله بقت عرفاء وحفظاء وادركت قبل كل البشر سر التقوى الله ظهر في الجسد ففكرها مملوء نعمة ده على مستوى الفكر وفي حياتها كانت كلها متقادة بالنعمة اللي خدتها من ربنا كمان نعمة تانية خدتها العدرة نعمة التعلق السماوي حياتها كلها بقت متعلقة بالسمى وشايفاها والسمى مفتوحة قدامها وهي كانت من نعمة ازفارها وهي من صغيرة وهي في الهيكل دماغها كلها في السما وبدأت السما معاها من استقبالها للبشارة لغاية رحلة الصليب وبعدين الايامة والفداء والقرازة فيما بعد مش شايفة حاجة غير السما عشان كده اتقال عنها طوبة للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب نعمة تالتة خدتها العدرة هي نعمة التكريس بعد البشارة خدت التكريس وبقى كلها كده مقرصة لله ده اتقال عنها انها صارت معملا للاتحاد صارت معملا للاتحاد كمان نعمة امتلقت بيها في البشارة هي نعمة الفضيلة وفي الفضيلة حدس ولا حرج ده احنا في شهر كيهك وتزبيحة العدرة المعروفة نعود نعدد في الفضائل اللي خدتها بسبب الامتلاء من الروح الكدس خلاص ابينا ادم السلام لك يا مريم ام الملجأ تهليل يعقوب كتير جدا 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 فامتلقت العدرة من الفضايل البشارة مفرحة البشارة مليانة سلام البشارة تجعلنا نسعى الى الامتلاء كل سنة وحضراتكم طيبين لإلهنا كل مجد في كنستو من الان وإلى الابد امينا موسيقى ترجمة نانسي قنقر شكرا